تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجاز أخبار الآن إزداد عدد ضحايا الذين قضوا جراء الزلزال المدمر في المكسيك إلى 224 شخصا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات فجر اليوم ودع الرئيس المكسيكي سكان المناطق المتضررة إلى التحلي بالهدوء قائلا إن الأولوية في هذه المرحلة تتركز في العثور على ناجين من تحت الأنقاذ في السياق ذاته قتل 21 طفلا على الأقل واعتبر نحو 20 آخرين في عداد المفقودين عند انهيار مدرسة في مكسيك جراء الزلزال وفق ما أعلنته الحكومة الثلاثاء وتوقعت وزارة التربية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتل في المدرسة مع وجود مفقودين تحت الأنقاذ سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 90% من مساحة الرقة في شمال سوريا وتواصل القتال ضد تنظيم داعش الذي يتحصن في المساحة المتبقية من المدينة بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ودخلت هذه القوات المؤلفة من ائتلاف فصائل عربية وكردية مدعومة من واشنطن مدينة الرقة في شهر حزيران يونيو الماضي بعد نحو سبعة أشهر على بدء هجوم واسع على المحافظة التي شكلت منذ عام 2014 أبرز معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا قتل خمسة مدنيين وجرح خمسة آخرون بينهم طفلان وامرأة بضربات جوية لطائرات حربية يرجح أنها روسية على بلدة جرجناز شمال سوريا وقال ناشطون إن القصف الجوي استهدف منازل المدنيين وسط البلدة بالصواريخ الفراغية الليلة الماضية ما أسفر عن قتل أربعة مدنيين من أسرة واحدة بينهم امرأة وطفلها بالإضافة إلى طفل من مدينة داريا قال المركز الأمريكي للأعصير في أحدث تقرير له إن عين الأعصار ماريا ستقترب من سانتا كروز في الجزر العذراء الأمريكية في لن الساعات القليلة المقبلة وقال المركز إن الأعصار بات على بعد نحو خمسة وأربعين كيلو مترا إلى الجنوب أو الجنوب الشرقي من جزيرة سانتا كروز قالت شركة تويتر إن أنظمة المراقبة الداخلية تسمح لها بحث في حسابات على موقعها للتواصل الاجتماعي تستخدم في الترويج للإرهاب في وقت مبكر مقارنة بالاستجابة لطلبات حكومية بإغلاق هذه الحسابات وتضغط حكومات الولايات المتحدة وأوروبا على شركات التواصل الاجتماعي لبدل جهد أكبر لمحاربة نشر جماعات متشددة التطرف عن طريق الإنترنت تصدر نادي بيرن ميونيخ حامل اللقب جدول ترتيب الدور الألماني بفوزه على مضيفه الشالكة بثلاثة أهداف دون رد واقتنس بيرن الصدارة مؤقتا برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام بروسيا دورتموند نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإن عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر